بعد تهديد حزب الله اللبناني بتنفيذ هجمات انتقامية ضد إسرائيل ردا على مقتل أحد مسؤوله في غارة جوية قرب دمشق حملت إسرائيل حزب الله مسؤولية أي هجمات تجاه أراضيها محذرة من رد الفعل الإسرائيلي وزير الدفاع بيني جانيتس حذر في تصريح مسجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من الخروج عما سماها بالخطوط الحمراء بالقول إنه في حال تجاوزه لها فسوف يتلقى ردا مؤلما سيذكره بالجهوزية العالية لدولة إسرائيل وسيعرض دولة لبنان للخطر مشددا على أن نصر الله سيتحمل المسؤولية عن أي خطوة معادية تجاه إسرائيل وبحسب تقارير فقد أصدر جانيتس أمرا للجيش الإسرائيلي بتدمير منشيات لبنانية حيوية في حال أقدم حزب الله على تنفيذ أي هجوم انتقامي ضد الجيش أو المدنيين في بلاده ردا على الغارة الإسرائيلية الأخيرة جنوب دمشق في سياق متصل أكد الجيش اللبناني في بيان رصد سلسلة خروقات للمجال الجوي للبلاد من قبل الطيران الإسرائيلي خلال الساعات الماضية مشيرا إلى أن هذه الخروقات تخلى لها طيران دائري فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدها وعالية وتطرق بيان الجيش إلى حادث منفصل وقع مساء السبت أشار فيه إلى اختراق طائرة مسيرة تابعة لجيش الإسرائيلي أجواء البلاد مقابل بلدة حولة الحدودية كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي أطلق منطادا تجسسيا فوق بلدة حولة لمدة 15 دقيقة مؤكدة أن هدوءا حاذرا يسود على طول الخط الحدودي في الوقت الحالي اشتركوا في القناة